بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك على الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واتعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل القلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى غبهم يتوكلون الذين يقيمون صلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله وإحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم واستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولذ اطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعا سامنة منه وينسل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليوبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا وعب فاغربوا فوق الأعناق واغربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاطق الله ورسوله فإن الله شديد عقاب ذلك فذوقوه أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا صحفا فلا تولوهم الأتباغ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيسا إلى فئة فقد باء بغرب من الله ومأواه جهنم ومئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فياتكم شيئا ولو كثغت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا واتعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شغت باب عند الله سقم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرغون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولغسوله ذاتاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مسعفون في الأرض خافون أن يتغطفكم الناس فأواكم فأواكم وأيتكم من أصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ما تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تبتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفول العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان آنا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاغة من السماء وإطنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المطقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاعا وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميس الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث باغه على باغ فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون